هل من الضرورات أخذ قرض ربوي لشراء مسجد؟ علم أننا في ولايتنا بحاجة لمسجد ولدينا مصلى صغير جداً لا أحب أن تنشأ المساجد من القروض الربوية المساجد قامت لكي تعلن على منابرها وأحل الله البيع وأحرم الربع لتعلن من خلال منابرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربع إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تفهم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فلا ينبغي أن تكون المساجد أول من يخالف أمر الله عز وجل ويتصدع بتحريم الربع على منابرها الضرورات دع أهل الحل والعقد المحليين يقدرونها لكن لا أظن أننا أمام ضرورة حقيقية نظل في مسجد مستأجر أو في ساحة أو في غرفة المهم نتعامل بالمتاح إلا أن يتيح الله لنا المسجد الذي لا يبنى بأموال ربوية إن المسجد كمؤسسة تقترض بالربع هذا لا يحد لكن افضل أن أحد التجار ممن يقترضون بالربع ورضخ لنا من ماله المختلط حلاله بحرامه لا بس لأن هذا الرئيس عندما يريد أن يتطهر من ماله الحرام سبيله إلى التطهر أن يتخلص منه توجهه إلى المصارف العامة والمسجد أحد هذه المصارف العامة أما المسجد كمؤسسة كهيئة تتوجه إلى البنك من خلال مجلس أمنائه أو مجلس إدارته لعقد قرض الرحبوي لا أراه لا ينبغي هذا بحال من الأحوال والله تعالى أعلى وأعلم يا أحبابي لا إله إلا الله محمد رسول الله